احسنتي باختيارة غسالة الحافظة الجديدة خلينا هسنة نتعلم سويا شلون نشغلها اول شي نصد الغسالة بمستوى عدل تقدرين تعرفين المستوى من خلال اللظل الخاص الموجود على اليسار بعدين نربط البواري مع المي نفتح المي بعدين نربط الغسالة بالكهرباء نبدين نشتغل بيها الغسالة بيها طريقتين للتشغيل أول طريقة هي الاستخدام التلقائي أو الأوتوماتيكي عن طريق ثلاث خطوات بسيطة أول شي نضغط على مفتاح التشغيل الأحمر بعدين نختار درجة حرارة المي بعدها نضغط على مفتاح التشغيل والإيقاف نجي على الطريقة الثانية والليسموها الاستخدام اليدوي ونتبع الخطوات التالية نضغط على مفتاح التشغيل نختار برنامج الغسيل نختار مستوى المي بعدين نختار درجة حرارة المي ونضغط على مفتاح التشغيل والإيقاف السابقا ننطيج بعض الملاحظات الأخيرة وهي لوحة التحكم بيها ثلاث مفاتيح أول واحد يقول لنا وين وصل الغسيل ثاني واحد يقول لنا وين وصل الشطف والثالث يقول لنا وين وصل التشفيف والغسالة أيضا بيها قفل أمان للأطفال يقفل لوحة التحكم ويمنع الأطفال من اللعب بالمفاتيح عن طريق الضغط على ذول المفتاحين مع بعض ويمدد ثلاث ثواني وأخيرا إذا جلنا مستعجرين فما علينا إلا أن نضغط على مفتاح التنظيف السريع ونقف الباقي على الغسالة اشتركوا في القناة